هل هو بيتاجر بالقضية الفلسطينية ولا هو محامي أحسن الدفاع عنها أي السبب في الديبيت اللي حاصل ده إنه هو أعلن من كم يوم كده إنه هيتطلع في انتلفيو تاني مع بيرس مورجن الإعلامي البريطاني فزي مناظرة جديدة أو زي حلقة جديدة هيتكلم فيها عن الإبادة المستمرة في غزة وتطور الأوضاع اللي حاصل في لبنان وأعلن ده ببوست هو نزله ومتصور فيه مع بيرس مورجن والصورة شكلها فرندلي وكذا فالدنيا قامت ومعدتش في كذا تراك أو التراك إنه انت متصور بطريقة فرندلي مع بيرس مورجن فدي مش حاجة شكلها بروفاشنل أو he's not a friend يعني يخذوها من التراك ده اللي هو لو أنت طالع بشكل بروفاشنل أو طالع فعلا عشان تتكلم على القضية فhe's not a friend تاني حاجة بيتكلموا فيها أن الموضوع زاد عن حد اللي هو دي ثالث مقابلة فالموضوع ابتدأ الناس تشوفه أو جزء من الناس يعني إنه هو بقى stand for views اللي هو بنتلع عشان نعمل شوية قلع عشان نستعطي تتكلم عشان هو عايز يفضل في ال spot light وكلما يحسن الدنيا بتهدى شوية ناحيته أو ما فيش حاجة بتتكلم عنه فبيروح عامل حاجة جديدة تلفت الانتباه يعني الناحية التانية في ناس شافوها لأ إنه انتوا ليه كل شوية موقفكم بيتغير من باسم يوسف حسب الأهواء بتاعت كل حد هو أكتر شخص بيتكلم عن القضية إحنا محتاجين الأصوات دي برا بالذات أو في الإعلام الغربي بالذات لأن هي اللي بتعرف تعبر عننا بشكل صح وهو فعلا قدر يزبط ده في الانترويوز القبل كده وبيرده كمان على حتة إنه هو بيطلع بيتكلم بشكل سخر وبشكل مش عارف إيه وإيه وإيه فبرده ردود على ده إنه هو هزا كوميديون هو الراجل مش سياسي فدي طريقته في التعبير عن القضية اللي هي مش مش بتتشاف إنها تدفيه من الموضوع أو استهتار بيه لكن دي الطريقة بالعكس اللي ممكن هتكون أبيلنج لمعظم الناس أو الناس هتفهمها فبتوصل بطريقة أسرع أو أسهل ومع ذلك اللي اعتبروا إنه هو أول انترويوز طلع فيها كانت فيها شوية أو كانت كوميديا أكتر فهو طلع في الأبسود التانية أو في المقابلة التانية كان الكلام حقائق تاريخية وكلام متزبط ورسمي ومظبوط وما كان أقل صخرية شوية أو أقل شوية أو توند داون طريقة باسم يوسف عن الانترويو الأولانية فلهو طب هو يا جماعة هو عنده التو سايدز اتكلم بالطريقتين وتكلم بالنحيتين فليه تبقوا ضد إنه ستيل يبقى لينا بويس أو يبقى لينا حد بيطلع لسه بيتكلم عن القضية وزي ما يكون بيوعي الناس تاني أو بينبههم تاني عشان موضوع ما ينامش عشان القضية ما تتنسيش عشان تفضل موجودة في الميديا أنا بحس إنه بغض نظر عن الصخرية وعن كل الحاجات دي إنه هو حتى ما بيقول رأيه بيقول informed opinion يعني هو معه حقائق ومعه أرقام وجاهز بردود بتخلي الشخص اللي قدامه شرف الفص بزبط ودي حاجات ناس كتيرة في الغرب حقائق الناس ما تعرفهاش لإنه قريدي عندهم أجندة معينة أو عندهم قراءة معينة لإنه هم مع اسرائيل أو هكذا وخلاص تعرفي لو أنت مولودة على كده فأنت بتساكورتي بشكل أعمى يعني ماشي وراء الموضوع ده بشكل أعمى فبحيس إنه هو كمان الصخرية نوع من أنواع إنك بتوصلي الرسالة بشكل طريف لإنه نحن دلوقتي كلنا بقى الattention span بتاعنا للأسف ما بيتحملش السيريس قوي ده فأنتي عشان لازم الموضوع يبقى يبقى بتخدم شدك قوي عشان تواضي تتفرج على حاجة جد أو على حاجة طويلة أو على حاجة مش عارف إيه ففعلاً لما تلاقي حاجة جابتك بطريقة كده لايت شوية أو يعني ده حتى بتسمى كوميديا سودة أو يعني فاللي هو ده أسلوب من أسليب توصيل معلومة أو توصيل وجهة نظر وفعلاً ناس كتير شافت التأثير بتاعها بعد الانترويز اللي هو عملها قبل كده فانه ليه نبقى تضد حاجة معينة أو عشان إحنا عندنا موقف معين فنقول لأ بلاش منها بقى الانترويز خاص أو بلاش منها خاص ان هو يتكلم طب هوا هي مفيدة حتى لو بنسبة ده لو فيه اتنين متحالي يتقصروا بحاجة هوا عملها فستل حاجة مفيدة هل هو بتدفع له فلوز على انترويز دي ما ظن الشينا أنا ظن اللي بيستفده ها بيرس مورجن بالضبط آيوة بالضبط كده فهما بيقولوله زي ما يكون انت بتساعدوا أو بتديلوا فرصة البيوز أو انه الشو بتاعه يتشاف فحاجة احنا مش شايفين انها لها فايد أو مش شايفين انها بتعمل تأثير كبير يعني ناخد كومتس مصطفى تهامي لا الاول سوري ابراهيم توفيق بعيدنا بالضبط هو اكتر شخص عمل امباكت على مرسات التواصل الاجتماعي ومش لازم يكره بيرس مورجن يعني على فكرة هو مش لازم فعلا يكره وحتى لو بيكرهوا لازم يكون دبلوماسي في التعامل معايا لانه وهي فكرة انتو هايصور معايا هو اقفش مثلا او مدينة يعني مش حد ناضج وراجل كبير هيعمل كده بالعكس دي حاجة هتبقى حاجة بتعبر عننا بشكل سيء ان انت تبقى شخص بتتعامل حتى مع عدوك او حتى مع شخص انت شايف ان هو ضد القضية بتاعتك انك تتعامل معايا بطريقة حادة بقى انا جاي اقفش عليك بقى لا اكيد خلينا نشوف مصطفى بيقول على اقل باسم بيتكلم وبيعرف الناس اتجاهه السياسي ايه احسن من ناس اللي تسأل اللي تسأل عن حاجات تانية في مصر نور صباح الخير يا نور بيقول الناس مش عاجبها اللي بيتكلم وولي ما بيتكلمش ده يعني اكيد في الحالتين هيعرف يقوله حاجة وتالي بس من الاشخاص اللي دايما هتلاقي عليه درجة او او اختلاف اختلاف اي انكي ان شاء الله لما لبس الحاجة اللي فيها الباترن بتاعت عالم فلسطين برضو كان فيه معه فيه ضد في جاكت في حاجة سمبل جدا لبسها فاستيل الناس هتديبيت او استيل الناس هتتكلم بحسة عشان هو بيقول يعني طول ما انت هيبقى عندك رأي حاد عن حاجة او ستانس سترونج ستانس ان انت مش بتغير رأيك في حاجة وعندك تمسك بحاجة جامد طول ما هيكون فيه ناس بتعترض عليك ده ايه يعني فانا فتكنا حتى من وقت ما كان هو لسه هنا وكان بيقول بانانك بتاعه وكان برضو دايما فيه الديبيت اللي هو الناس حباء اوي او ناس كرهاء اوي او يعني على حسب اللي هو انت بتقول ايه احنا موافقين معاه فتمام احنا بنحبك النهاردة بكرة قلت حاجة مختلفة فلا يلا cancel cancel باسين يوسف احنا عندنا cancel culture اوي جيل ده اوي اوي يعني رهيبة وبتتغير كل يوم اللي هو انت مش سبت حتى ما حد ده ممكن تقبليله كده انه مرة غير رأيه في حاجة لا انت تمشي معايا على طولة رأيك اما ده بالضبط ده حقيقي فعلا ايه comment تاني الناس مش عاجبها اللي بيتكلم واللي ما بيتكلمش ده حقيقي ده كده كده احنا يعني معترضين دايما او social media دايما معترضين انه سهل او انك تعترض من ورا الشاشة عايش على كده اه بالضبط انا شوف ايه تاني جميعا بنفكر كنتم تعملوا لايك لللايف وتدوسوا تحت على ال share button وتعملوا copy لللينك عشان ده بيساعد اللايف ان هو يبين لناس اكتر وان احنا برضو ننتراكت معكو اكتر وذي اخر حاجة بنحبها في الشو ايه تاني في حاجة تاني ولا حد ابراهيم بيقولنا كود انت اجري مور شكرا يا ابراهيم انا سيدا من حد لوقتي الباكلاش ما كملش عندنا في كاملز اللي هو تمام وحتى البوست لما نزلناه برضو ملاقينا انه لسه يعني الضد بس يميوسف لسه مجوش لسه مجوش عنه لسه ما شافوش البوست الضد اللي لسه موجودين على اكسوس ما ظنش ان اي حد بيدعم القضية الفلسطينية هيكره ان هو حد يطلع يتكلم عنها ويريز awareness على الموضوع ويحاول ان هو يخطب الغرب اللي هم اريدي عندهم اجندة تانية يعني مش شايف ان اي حد لو انت فعلا تيدعم القضية اي حاجة الصالحة مشروطة دايقك في وقت تقولي لا كفاية بقى متكلمنا عنها مالش ناخد بريك اكيد لا يعني اكيد مش مش هنبقى موصلين للنقطة دي في اي في اي لحظة ايا نور بيقول لنا انا قاعد في اوروبا وبقول ان باسين يوسف مشهور ومسمع جدا مسمع جامد صار عمار هاي انا دا هاي عمار عمار قاعد في المانيا ورده وهو بيتابع الفيدباك للأوروب حد بقولنا الناس دي مش اكسبلور ليه بجد مش هارفة انتو صلعونا اكسبلور انا طلعونا اكسبلور بليز صلعونا اكسبلور بليز فان بيطلع زي الاكسبلور كبسوا كبسوا بطلنا اسد تاني تاني؟ انا جلنا اسد قبل كده اناش اسد بصدنا اخر مرة لما قلت بطلنا اسد لحد بطلنا هداية كبيرة بطلنا اسد تاني فجايز فجايز يعني احكي عليهم فاما تاني اه حلو دي بيقول انا مش حد انا شكسو ماشي بس اسمك مش وضع عشان انت عاملوا بلوجوز بو حاجات كده اه ده صعب جدا انا مك اومي مكنت هارفة اراغي لما هو قال الحقيقة يعني انا مات يعني اشتركوا في القناة